الجزائر لديها نظام صحي والوضع الصحي في الجزائر والذي نقصد به وضع القطاع الصحي وليس وضع الصحة في الجزائر هنا أيضا يجب أن يكون هناك تفريق الناس تتخبط خبط عشواء تتكلم فقط الجزائر الحمد لله لا تعاني من أو بئا قاتلة لا تعاني من انتشار أمراض خبطيرة لا تعاني من فيروسات معينة عانت من كورونا مثل ما عانت منها دول العالم والحمد لله أنه لو ننظر إلى الشباب نجد نسبة كبيرة النسبة الوفيات الأطفال ليست بالخطيرة نسبة الوفيات الحوامل أيضا ليست بالخطيرة إذن على العموم واقع الصحة الجزائرية ليست سيئة حتى نرعب الناس ولكن واقع القطاع الصحي كقطاع مريض مما يعاني يعاني من داخله يعاني من الفساد يعاني من مافيات يعاني من سوء التسيير ويعاني من غياب المراقبة الصارمة من طرف مؤسسات الدولة هنا الإشكالية هنا الإشكال الكبير في القطاع الصحي الميزانية موجودة بالمليارات الدولة توفر مليارات ولكن يطالها الفساد فأفتحوا تحقيقات في هذا المجال إذن إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر أو النظام الصحي في الجزائر يجب أن يكون هناك استغلال ما هو موجود المستشفيات والقطاعات لو تتبعنا مسيرة القطاع الصحي في الجزائر منذ الاستقلال إلى يوم هذا لنجدنا فيه تطورات كبيرة ما يجب أن نقول أنه ما فيه شيء ولكن الإشكالية هنا هو موجودة هنا الإشكالية الحقيقية حوصرة للأمر إخواني الكرام النظام الصحي موجود لكنه مريض مريض ليس بعدم توفير الحكومة أو الدولة إلى موارد مادية موارد بشرية ولا إلى هيكل وبنى تحتية بل هذه متوفرة استراد للأجهزة موجود مثل هذه الأمور لكن الإشكالية الحقيقية والأساسية هي في سوء التسيير والفساد يضرب هذا القطاع الحسس في البلاد إخواني الكرام نحن ننتقد بما ينفع البلد ولسنا ننتقد من أجل الانتقاد فقط وتصفية حسابات أخرى سياسوية باستغلال الأمراض الناس وحالاتهم ومعاناتهم في المستشفيات وفي القطاعات أخرى دعا عموما المشكلة في الجزائر هي سوء التسيير وهذا لا تتحمله الدولة فقط فأعتقد أن المسؤول المرتشي إذا لم يجد غير مسؤول يدفع له فإنه لن يتحول إلى مرتشي لذلك لعن الله الراشي والمرتشي والسائر بينهما بالدرجة نفسها لأنه لو لم يكن هناك راشي ما وجدنا مرتشي ولو لم يكن هناك واسط بين هذا وذاك ما وجدنا الإثنين